السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكم عاملين اي رابط اكونوا بخير انه نوردا فدي جديد معانا اي فون مو برو ماكس نوردا اقولك على بعض المميزات في الايفون 16 برو ماكس في الوجهة الجديدة اللي هي الاي او اس 26 وطبعا هي مميزات في الوجهة الجديدة موازمنا مش اواخد بالو منها لان انا زي ما احنا بناقول كده مميزات مخفية فى الموبايل بس اتبع مع الفيديو الاخر عشان اقولك المميزات ديت بس تابع معا الفيديو الاخر عشان تستفاد من كل حاجة انا اولى في الفيديو دوت. ويلا بينا ندخل في الفيديو. على طول. ونبدأ باول ميزة معنا في الفيديو اللي هي ازاي انك تعمل صورة حية مسلا. لو ما مسلا لما نيجي على تطبيق الصور. هنيجي مسلا نختار الصور بقى اللي احنا عاوزين نعملها. وليكن مسلا اختار مسلا الصورة دية. هيزهر لك ايكونة كده فوق كده بالشكل دوت لما هضغط عليها. هيبدأ انه يجيب لي مشهد مكاني. بعد كده هو انتهى لما تيجي تحرك كده من الموبايل هتلاقي ان الصورة بيتحية اللي ورا كده بدأ يتحرك معاك زي ما انت شايف. لما هتضغط على الخيار دوت هيبدأ انه يلغي اللي انت فعلته وبقت صورة عادية. يعني مسلا لو جيت ضغطت كده. هيبدأ انه يعمل لي مشهد مكاني زي ما انت شايف كده. اللي ورا الخلفية بدأ انه يتحرك معاك زي ما انت شايف. وبرضو لما كنت شاعة تفعل الخيار دهوت في الصورة فانت ممكن تلعي تلغي الخيار دوت زي ما احنا شايفين. اما الميزن التاني اللي معنا في الفيديو اللي هو جلنا اعداد جديد مع التحديث الجديد واللي هو لاي علاقة بلقطة الشاشة لما جينا على الاعدادات كده زي ما احنا شايفين لما تيجي على الخيار بتاع عام كده زي ما احنا شايفين بعد كده هننزل تحت شوية هتلاقي quierن في خيار اسمه التقاط شاشة زي ما احنا شايفين كده. بدأ يظهر لنا بالشكل دوت. لما هضغط عليه كده زي ما احنا شايفين. اما عندك اول خلال اللي هو معينات بملء الشاشة. تقدر انك تفعله برضو ممكن تلغي تفعيله زي ما انت عايز. وبرضو عندك لقطات شاشة. وبرضو عندك بقى التنسيل اللي هو المهم معنا بقى في الفيديو. لو جيت فعلتها على فهو هيعمل لك صورة علية الدقة. بتا لو فعلتها على زي ما احنا شايفين كده. فهيديك صورة الدقة بتاعتها عالية جدا. او ممكن تخليها اما الميزة اللي معنا بعد كده وهي لما تيجي على الاعدادات كده زي ما احنا شايفين. هتنزل معاها تحت شوية. هتيجي على شعشة العرض والاضاءة. وبعد كده هتلاقي تشغيل الشاشة دوما تضغط عليه كده زي ما احنا شايفين. كان عندنا قبل كده ازهار الخلفية وعندنا ازهار الاشعارات. ما كانش عندنا تطبيب صورة الخلفية. يعني مسلا لما اخرج من تطبيق واقفل الشاشة كده وهاجي على شاشة home. هلاقي ان بقى فيه ضبابية كده شوية في الشاشة. برضو زي ما احنا عارفين لو اقفلنا الموبايل كده زي ما احنا شايفين نلاقي ان ما عندهب بيقفل الخلفية بيتزهرة والسعة بتاعك الموبايل بس لو ضغطنا كمان مرة هيبدأ بقى الموبايل ونفتح معنا بس الموبايل زي ما احنا شايفين ما يقفل خالص بقى فيه ضبابية شوية. اما بقى بعد ما افتحنا الموبايل بس انا بنصيحك انك تلغي الخيار دوت وتلغي الخيار دوت عشان الموبايل لازم تطفي تلقائيا لان شاشة الموبايل لازم تطفي تلقائيا لما تقفل كده بالشكل دوت ما يظهرش غير الساعة زي ما احنا شايفين والاشعارات لكن عشان يحافظ لك على البطارية بتاعة الموبايل اما لو فعلتها كده فانت لما بتقفل الموبايل الموبايل ما بيقفلش زي ما احنا شايفين وبياخد من البطارية بشكل اكبر فانت لازم تلغي الخيار دوت زي ما انت شايف. وتشغل تشغيل شاشة دوما وازهار الاشعارات. اما بقى عندنا صفحة التحديس في اتغير شكلها. لما هنيجي على عام كده بالشكل دوت. بعد كده تحديس البرامج. زي ما احنا شايفين هلاقي ان الشكل بتاع الشاشة بدأ يتغير كده. زي ما احنا شايفين بقى عندنا لو ضغطنا عليها كده بالشكل دوت. هتلاقي ودك على معلومات النزام بتاعة الموبايل. وتشوف برضو اللي قبل كتبها بخصوصا بالتحديس. انت عشان تيجي للصفحة ديت هتلاقيها في عام. وبعد كده تحديس البرنامج. وهتزهر لك الشخصية ديت. وهتزهر لك الشاشة ديت. بعد كده تيجي على اما في الخيار اللي بعد كده فاحنا عندنا شوية تغييرات على البطارية لو ما هنيجي عليها كده بالشكل دوت. زي ما احنا شايفين كده بالشكل دوت. اما بقى هيزهر لك في الشاشة ديت عندك هنا اخر شحن للموبايل. وعندك برضو هنا جملة حلو قوي. دلوقتي بقى هنا بيقول لك في الجملة ديت. فهو بيوضح لك انت النهاردة استخدمت البطارية بشكل اكبر او بشكل اقل. زي ما احنا شايفين بيقول لك النهاردة استخدمت 14 في المية. زي ما احنا شايفين بيقول لك لحد الساعة تلاتة وطلت. زي ما احنا شايفين الساعة هنا لسه تلاتة واحد وعشرين دقيقة. وهنا بقى بيوضح لك الشكل التخطيطي دوت الايام الاسبوع الايام استخدمت فيها اديه? زي ما احنا شايفين هنا يوم الجمعة والسابت والحد والثنين والثلاث اربع والخميس والجمعة زي ما انت شايف دوت الاسبوع اللي فاته دوت من اول الاسبوع فانت تقدر تتحكم في استخدامك الشخص للبطارية زي ما انت شايف كده بالشكل دوت وبرضو هنا بيقول لك انت استخدمت الموبايل في ايه زي مسلا بيقول لك شاشة الرئاسية وشاشة القفل استخدمتها 7% هنا الطاقس استخدمته لتلاتة في المية الهاتف 2% برضو ممكن تعمل فيو هنا هتلاقي بقى معظم التطبيقات اللي انت استخدمتها النهاردة اما الخيار اللي معنا بعد كده وهو حلو جدا في البطارية برضو لما تيجي على نمط الطاقة هتفعل معاه الخيار الاول دوت لان الخيار دوت حلو جدا بيوفر معاك برضو من البطارية لما يلاقيك استخدمت النهاردة مثلا الموبايل البطارية بشكل مكسف فهو هيقول لك هيبدأ فهو هيبدأ فالموبايل هيبدأ انه يقلل في الاضاءة ويبدأ انه يفعل نمط الطاقة المنخفضة دوت تلقائيا عشان يبدأ بيقلل النشاط في الخلفية وبرضو هيفعل الخيار دوت مؤقت لحد ما تبدأ انك تشحن الموبايل لحد مية في المية او تشحنه زي ما انت بتشحنه للاخر طبعا زي ما احنا شايفين ان الاداء مثلا تجريبي بس برضو شوية بشوية هيبدأ انه يحسن الاداء معانا برضو عندنا نقطة مهمة برضو واخر من نقطة معانا في الفيديو اللي هي قبل بدأت تضيفها في الموبايلاتها في التحديس الجديد اللي هو الاي او اس ستة وعشرين وبرضو على ما اظن بقت في موبايلات قديمة بس دلوقتي لما بقيت ترين على اي حد او حد يرين عليك اول ما هتفتح المكالمة هتحس برجة بسيطة كده في الموبايل هتحس لما تحط الموبايل على ودنك هتحس برجة بسيطة كده في ودنك عشان يعرفك انك خلاص كده فتحت الموبايل او انت اللي رنت على حده وبدأ يفتح المكالمة فانت هتحس برجة بسيطة كده عشان تعرف ان المكالمة فتحت معاك وبكده هنكون انت هنا من فيديو النهاردة هتمنى ان يكون الفيديو عجبك بس لو عجبك الفيديو ما تسساش تنعملي باللايك وكومنت بتاعك الحلو وما تسساش تعملي اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم جديد واشوفكم في فيديو جديد وسلام.